اشتركوا في القناة اهلا ارحب فيكم في السد المشاهدين طبعا للاجابة على السؤال لازم نعرف ان الامن والسلامة من الاحتياجات الاساسية للنمو المجتمعي والوقاية والتعافي من اثار المخاطر المختلفة لذا يعتبر مفهوم الحماية المدنية الشاملة حجر اساس في المرونة والاستدامة وبناء الشراكات الفاعلة مع المجتمع طبعا هناك تدرج من اتصال مجتمعي لشراكة مجتمعية وصلنا الى تكامل مجتمعي اللي يهدف لخلق مجتمع كل فرد فيه رجل امن وسلامه يحمل على عاطقه سلام توعمنا الشخصي وامن وسلامة اسرته ومجتمعه جنبا الى جنب مع الجهات الرسمية وجهات خدمات الطوارئ المختلفة طبعا هذه باختصار مفهوم الحماية المدنية اما فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للحماية المدنية فهي تعد مشروع وطني استثنائي ونقلة نوعية في مجال تعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين كجزء من خطة اعلامية موسعة لتوعية المجتمع في مجال الحماية المدنية تنطلق من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للطوارئ اللي ارسع معالمها سيدي معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني حيث تعتمد في اركانها الاساسية على تبني اهداف التنمية المستدامة اللي اقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة واتخذت مملكة البحرين خطوات مهمة لتحقيقها من خلال الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ مبادرات وتدابير ووضع سياسات وخطط تسهم في تحقيق هذه الاهداف نعم اذا ما هي ابرز المواضيع التي تتضمنها المنصة والتي يستوجب على كل مواطن او مقيم الاطلاع عليها طبعا مواضيع المنصة الوطنية مختلفة ومتشعبة تهتم بشكل اساسي على جوانب السلامة في حياتنا اليومية اللي ترتكز على الاستعداد وآليات التصرف اثناء الطوارئ وهي من الامور الاساسية التي يعني لابد على كرة باسرة معرفتها والتثقيف والتدريب اسرة عليها حيث تبدأ بكيف اكون مستعدا لأي حالة طارئة من حيث تجهيز المنزل وتجهيز الضروريات او ما يسمى بصندوق الحماية المدنية وهي عبارة عن احتياجات اساسية من مستلزمات مواد غذائية طويلة الامد ومياه معبئة وصولا الى نسخ من الوثائق الرسمية سواء كانت مطبوعة او الكترونية الى معدات السلامة المختلفة سواء للبقاء في المنزل او اخلاء المنزل ان تطلب الامر ذلك ومن ثم انواع الطوارئ والمخاطر اللي قد يتعرض لها الشخص سواء في المنزل او في مقر عمله او الطوارئ اللي على المستوى الوطني سواء كانت ذات منشأ طبيعي او كانت من صنع الانسان وصولا الى التصرف السليم عن سماع صفارات اللي انذار على سبيل المثال وغيرها من امور الاسعافات الاولية والصحة العامة واللي تستهدف جميع فئات المجتمع والاعمار المختلفة طبعا الاطلاع على المنصة والاستفادة من محتواها يمكن زيارتها عبر رابط الالكتروني www.ncpp.gov.ph نعم رائد حمد اذا رسالة توجهها للمواطنين والمقيمين في هذا السياق طبعا اؤكد ان الامن والسلامة مسؤولية الجميع وان روح فريق البحرين الواحد تبتدي من المنزل وصولا الى جميع الجهات والمؤسسات والشركات وهي مسؤولية مشتركة بين كل مكونات المجتمع لخلق تكامل مجتمعي ومرونة اثناء الطوارئ والهدف الاسمى طبعا ان يكون كل فرد من افراد المجتمع رجل امن وسلامة وعليه فان المنصة متاحة نحث الجميع على الاطلاع عليها وزيارتها مع تمنياتنا بالسلامة للجميع نعم الرائد حمد صباح صوار مدير ادارة الازمات والكوارث رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لادارة الطوارئ الوطنية شكرا جزيلا لك